هي قطر داخل الشبك تاني ولا ايه؟ هل حتكون محاصرة حصار حقيقي ببين قوسين؟ في أجواء زيارة بايدن للسعودية في سؤال بينطرح السؤال بيقول هل حيقدم بايدن قطر ققربان وعربون تودد وتقارب للسعودية؟ حاليا بدأ التوتر يسود أركان تنظيم الحمدين في قطر وبدأ التنظيم يتحسس مصير ممكن تحدده زيارة بايدن للسعودية خصوصا أن بايدن جاي وهو مرصوب علشان يلاقي حل المشاكله عن طريق إرضاء المملكة العربية السعودية ويحاول يزبط العلاقات معاها بعد محاولاته الفشلة لإيزائها ونبزها ومعاقبتها زي ما سبق ووعد لذلك لازم نسأل ليه تنظيم الحمدين الآن أو بمعنى أدق يجب أن يقلق وإيه هو الحصاج الطبيعي القطر ده اللي هنفهمه عبعد النهاردة بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم قبل الدخول في موضوع وإجابة سؤال ليه تنظيم الحمدين الآن أو يجب عليه أنه يقلق وفهم الحصار الطبيعي القطر لازم نفهم أن الفيديو ده مش بهدف التنمر أو المكيدة إطلاقا إنما هو فيديو تحليلي مبني على شواهد موثقة وده اللي هنكتشفه مع بعض النهاردة إن شاء الله لذلك لقيت أنه من الضروري أن نفتكر وفكركم معايا بتصريح شهير قالته توكل كرمان عن السعودية وقطر أيام المواطعة أصل التصريح ده فيه جملة تقريبا هي صلب موضوعنا النهاردة نسمع كده منفضلكم وليطلق دول الخليج قاطبة لتقلق السعودية لتقلق السعودية لتقلق السعودية وليطلق دول الخليج قاطبة ما عدا قطر الأدية ما عدا قطر الأدية ما عدا قطر الأدية ما يطلق جميعا على مستقبلهم أم قريب أم قريب أم قريب الذي سيتهاوى يوم من بعد آخر توكل قالت إنه على دول الخليج إن هي تقلق على مستقبلها ما عدا مين؟ قطر الأبية يعني يا دول الخليج وخصوصا السعودية اقلقوا على مستقبلكم لأنكم ستتهاوون عما قريب بحسب نبوء التوكل شاكمان معدى قطر طبعا اللي اعتبرتها توكل كرمان دولة أبية وطبعا توكل اعتبرت قطر أبية واستثنتها من التهاوي لأنه من المعروف أن توكل كرمان ممولة من قطر وبتعمل لصالح قطر بس سيبونا من توكل ذات نفسها هي أصلا ملياش قيمة ولا وزن وهي أصلا أصلا مش موضوع حلاقتنا النهاردة احنا موضوعنا النهاردة قطر اللي توكل اعتبرتها أبية واعتبرت أنه على السعودية أن هي تقلق على مستقبلها ومن هنا يبدأ كلامنا عن الألأ وعن المستقبل ما بين السعودية وما بين قطر في ظل أجواء زيارة بايدن للسعودية مين الألآن ومين الأبي هل السعودية ولا قطر بايدن يا سادة مزنوقة وجاي السعودية مضروب بالجزمة ودي مش معلومات سرية أو تحليل من مناط أفكاري إطلاقا دي مسألة كل الإعلام الأمريكي بيتكلم عنها وبيتكلم أن بايدن مرصوب على زيارة السعودية ومرصوب كمان على العلاقة معاها من الأساس لأنه بحسب الإعلام العالمي بما فيه الأمريكي بايدن خسر معركته ضد السعودية وضد ولي العهد السعودي ودفعت أمريكا تمن غالي جدا بسبب ده خصوصا أن السياسة الخارجية اللي انتهجها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من حيث تنويع التحالفات وعقد الشركات الاقتصادية والعسكرية خصوصا مع المعسكر الشرقي اللي هم بيمثلوا الصين وروسيا واللي يعتبروا كابوس أمريكا المرعب السياسة دي شكلت صدمة لرئيس الأمريكي اللي ما كانش بيسيب مناسبة اللي هو بيمارس فيها التنمج السياسي ضد المملكة العربية السعودية كان بيهددها وبيتوعدها وبيتوعد ولي عهدها بس زي ما قلنا السياسة الخارجية للسعودية والتعامل مع التهديدات الأمريكية بالحكمة والحنكة حسمت المعركة وانهزم بايدن بشهادة الإعلام الأمريكي التابع لليسار غادكالي اللي بينتميله بايدن قبل شهادة أي إعلام تالي إذن بايدن جاي السعودية مهزوم ومهزوم عايز يلاقي حلول للطاقة والتضخم وللهيمان الصينية وروسية وإلى آخر ولأن دي من طبيعة الأمور فبيتوعد لازم يقدم شيء في المقابل وخلونا نقف شوية عند كلمة في المقابل دي علشان حنرجع لها بعد شوية لأننا للوقت محتاجين نرجع لمحور كلامنا وهو القلق القطري من الزيارة دي خصوصا أن قطر مارسد دور وظيفي معادي للسعودية خلال أكثر من ربع قرن مضوع دور تأموري ما أقدرش أن أسرت كل تفاصيله دلوقتي علشان ما طولش عليكم الحلقة ولكن مختصر بكل بساطة تقدروا تلقوه في تسريبات خيمة القذافي ما بين حمد بن خليفة وحمد بن جاسم من جهة وما بين القذافي من الجهة التانية القذافي اللي كان بيسجل لهم واللي ربما يكونوا قتلوا بسبب كده وساعتها هتعرفوا أن الدور التأموري القطري على السعودية بيتضمن العمل على تفتيت وتأسيم السعودية والتأمور على مستقبلها كدولة لصالح مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي أمريكا عايزة تطبقه في المنطقة العربية فقطر يا سادة استمدت القوة والجراءة في التدخل هنا وهناك والتأمور بشكل مباشر وصريح استمدت ده من الأمريكان ومن الصهينة كمان وده معروف للجميع فلعبت ولسه بتلعب دور وظيفي وتمويلي لصالح المشروع ده لحد اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي وإحنا اتفقنا أن بايدن مأزوم وجاي يلاقي حل عند السعودية بعد هزمته قدامها وده يا سادة بالبلد كده يخلينا نتأمل المشهد من زاوية أوسعة وأظن أنكم فاهمين قصدي وهنا قلت لكم من شوية افتكروا كلمة المقابل وقفوا عندها أيها المقابل اللي بايدن لازم يقدمه للسعودية في مقابل أن السعودية تساعده في أزمته أو في أزماته والمقابل ده بيتضمن حاجات كتير قد يكون إنهاء دور قطر الوظيفي من ضمنه وبالتالي ترجع قطر لحجمها الطبيعي وتنحصر ما بين قوسين داخله وربما يكون المقابل أكبر فتتم مساومة بايدن على إلغاء أو تجميد مشروع الشرق الأوسط الجديد بمعنى واسمحوا لي أشرح وأقول إنه من الوارد جدا أن تكون قطر ودورها الوظيفة لدى السعودية والعرب عموما من ضمن التنازلات اللي ممكن بايدن يقدمها للمملكة العربية السعودية من أجل إرضاها ما هو قطر يا سيدة في ظل حكم نظام الحمرين قامت بعمليات عدائية أكبر من حجمها ومن إمكانياتها بكتير جدا وده لإنها بتتمتع بقوة الغطاء الأمريكي اللي بيديها الضوء الأخضر للبلطاجة هنا والتدخل هناك بكل جراء أو سفالة لإنها جزء من مشروع أمريكي كبير فمعاها الضوء الأخضر للعربدة في المنطقة بالكامل الكل عارف أن اللي قامت بيه قطر خلال الربع قرن اللي فاته هي عمليات تعدي بأشكال وألوان مختلفة على أكتر من دولة عربية وعلى رأسهم السعودية أرجع وأول أرجعوا تسريبات الحمدين علشان تتأكدوا لأي مدى وصل التقامر القطري والدور الوظيفة القطر في خدمة الأمريكان والصهينة في المنطقة على حساب العرب وطالما بايدن مأزوم ومهزوم ومضطغي لتقديم تنازلات فمن الممكن أنا بقول من الممكن أنه يكون إيقاف دور قطر الوظيفة من ضمن التنازلات اللي هيقدمها بايدن وده معناها رفع الغطاء الأمريكي أو بمعنى أدق رفع الحماية والحصانة الأمريكية عن البلطار القطرية والدور الوظيفة لها وبالتالي مش هيكون لنظام الحمدين القوة المعتادة أو الغطاء اللازم لممارسة بلطقته وتعدياته اللي تعود عليها خلال الخمسة وعشرين سنة اللي فاته بالمختصر كده هيبقى عريان ومكشوف وحيبقى محاصر أيوة محاصر جوه حجمه الطبيعي وهنا حب أقوله كخلاصة للكلام يا سادة يا كرام لما أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين معطعة قطر سنة 2017 إعلام نظام الحمدين وأضرع قطر الإعلامية المختلفة سموا المعطعة دي حصار بهدف تشويه دول رباعي واختلاق مظلومية كاذبة ولكن لو بايدن قرر أنه يستغني عن الدور الوظيف القطر إرضاءا للمملكة العربية السعودية ساعتها نظام الحمدين حيفقد الغطاء الأمريكي اللي بيديله القوة اللي سمحت له بالتدخل هنا وهناك وساعتها قطر حتبقى محصرة داخل وضعها الطبيعي وهو ده الحصار الحقيقي الطبيعي لذلك العجب من التوتر وشدة العصاب اللي بيعاني منها نظام الحمدين دلوقتي لأنه خايف من الحصار ده خايف يرجع لحجمه الطبيعي تاني الحصار داخل الوضع والحجم الطبيعي القطر وعلشان كده هتلاقوا أزرع قطر الإعلامية بتمارس حمل التدليس على الزيارة الهدف منها تشويه السعودية وإظهارها على أنها بتتآمر مع الأمريكان ومع الصهينة كمان ضد العرب والمسلمين تمام زي ما عملت أيام زيارة ترامب وأنا سبق وكلمتكم عن الحملة دي في حلقة سابقة وهنا حب أرجع لمقول التوكل كرمان لما قالت للسعودية لتقلق السعودية إن عليها أن تقلق على مستقبلها معدى قطر الأبية بن قسيم وبنقول لتوكل وأمثالها يا طرع عرفتم مين اللي لازم يقلق على مستقبله ومين هو الأبي أعتقد الأمور واضحة بالنسبة لكم وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته